مشاورات سياسية شهدتها مدينة اسطنبول التركية على مدار يومين بين مسؤولين روس وأتراك مشاورات جددت خلالها تركيا تطلعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو بشأن ما يعرف بوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والتي تعتبر الجناح السوري المسلح لحزب العمال الكردستان في العراق المصنف على لائحة الإرهاب التركية ووفقا للخارجية التركية فقد جرى تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة السوريا السياسية وسلامة أراضيها وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خارطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تركيا المصممة على شن عملية برية ضد الأكراد في الشمال السوري يؤكد وزير دفاعها خلص أكار أن القوات المسلحة التركية اتخذت وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين وأن الأمر لا يعد أن يكون مسألة أمور تقنية وتكتيكات وحسابات أكار قال إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من بلاده أن تتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودها بحسب تعبيره غير أن ما يسب إليه الوزير التركي يلقى معارضة من واشنطن بحجة تعرض حياة المدنيين والجنود الأمريكيين العاملين في المنطقة للخطر كما يهدد أي تدخل عسكري تركي بحسب الأمريكيين الإنجازات المحققة في محاربة تنظيم الدولة في سوريا والمنطقة